يعني بلا شك خطاب بن يمين نتنياهو يشير إلى أنه ماضي قدما بهذه العاملية العسكرية ولكن أهم شيئه قالوا حقيقة كان موضوع الدعم الأمريكي وأن هناك بارجة أمريكية في الطريق جيرالد فورد عمليا هو يعلم تماما بأن هذا جزء من الاتفاق اتفاق أرشليم الأمني الذي وقعه الرئيس بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي أنذاك لبيد الذي ينص على أن الولايات المتحدة عليها أن تدفع بكل إمكانيتها اللوجستية لدعم إسرائيل في حال أن هناك خطر على هذه الدولة هذا الاتفاق الذي يوقع وصدق عليه من قبل الكونغرس الأمريكي يضع إسرائيل في المقدمة بأنها تقول الأمريكيين تعالوا إلى هنا نحن نحتاج هذا الدعم بغض النظر إذا كان هناك مشاكل لوجستية مشاكل في موضوع الاحتياط مشاكل في بعض الخلل من هنا وهناك ولكن أراد نتنياهو ليس فقط الدعم البارجة ولكن أيضا أراد دعما أمريكيا إذا كان هناك جرائم حرب سوف ترتكب وبلا شك ترتكب الآن حسب منافمات حقوق الإنسان في غزة ولكن للمستقبل بأن الولايات المتحدة شاركت في هذه المعركة سامي بالفعل هي شاركت سواء بإرسال المعدات التي عمليا بدأت أو بالدعم السياسي الواضح من إدارة بايدن وهذا طبعا سوف يساعد بن يمين نتنياهو للقول العالم بأن الولايات المتحدة كانت شريكة بهذه العملية العسكرية التي هي مستمرة وسوف تتوسع ماذا بخصوص الداخل الإسرائيلي؟ موضوع حكومة الطوارئ هذا معروف إسرائيل دائما تلجأ إلى حكومة الطوارئ في حال أن هناك خطر أحمد اسمح لي بالمقاطعة بسؤال ومشاء الله عليك متدفق في التحليل ولكن أيضا في كلام نتنياهو وفق ما رأينا هناك محاولة للتخفيف من المأساة الكبرى التي يعيشها الآن هي مأساة الأسرة للمرة الأولى في تاريخ الصراع الحرب العربية الإسرائيلية أكثر من مئة أسير البعض يتحدث ربما عن عدد قد يفوق بثلاثين أو أربعين أسيرا أيضا هو يحاول التخفيف من هذا الأمر لأنه يعرف تماما أنه عاجلا أم آجلا سيضفاوض بهذا الشأن ولكن يعتقد أنه نحن بعد عملية التدمير الواسعة لذلك هو الذي ذكره الليلة أنه نحن لا ننساهم ونحن عيننا مسؤولا عنهم يعني قضية بهذا الحجم أن يسخفها يعني هو يدرك تماما زواياها المعقدة والمهمة جدا كنت تتحدث عن حكومة الوحدة الوطنية طيب في شروط من المعارضة للمشاركة أحمد في إسرائيل يعني دائما هناك حكومة الطوارئ في حالات الخطورة العالية هذه المرة الأمور مختلفة لأنه هذا ليس لا هو يعني جولدا مئير في حرب 73 ولا هو بنجوريون هناك اختلاف على شخصية بين يمينة نيوه في إدارة الأزمة في حكومة أصلا من الداخل هي حكومة موجودة فيها أشخاص لا يجب أن يكونوا هم الخبراء العسكريين مقابل بني جانس على سبيل في المعارضة الذي سوف يطالب بأنه هو يتولى قيادة الجيش الإسرائيلي بدل غالنت رغم أن غالنت كان جرالانا في الجيش الإسرائيلي فيكتور لبرمن على سبيل فالوضع الشرطان ابتدائيا قال إذا كانت هذه الحكومة هدفها إسقاط حماس فانمع هذه الحكومة وبالتالي هذه الشروط التي وضعتها المعارضة الجميع يعلم بها أيضا لوضع العصي بالدولي بالإسرائيل ولكن حكومة الوحدة الوطنية أو حكومة الطوارئ التي يسعى إلى هيبني من يتينيون هي للمستقبل وليس للآن هو لأنه ليس بحاجة لأي تمرير أي من القوانين في الكنيسة الإسرائيل لأعلن حالة الحرب وانتهى الأمر الآن هو يمتلك كافة الصلاحيات ولكن هو ينفر إلى المستقبل أنا لا أريد أن أكون المسؤول الأول والوحيد عن الفشل إذا ما كان هناك فشل في العملية العسكري أنا أريد أن أجمع الجميع لنقول كلنا سويا بأننا فشلنا جميعا بيني جانس والشخص الوحيد في المعارضة اللي هو متسرع في موضوع أن يكون هناك انضمام دون شروط لبيد لحد ما تواصل يتحدث مع بلينكين على سبيل فعل يعني تخيل بأن زعيم المعارضة يتحدث مع وزير الخارجية الأمريكي في وقت الحرب الجميع يعلم بأن لبيد هو اللي فيسعى أن يكون رئيسا للوزراء بدل بين يمينة اليوم ولكن في الوضع الداخلي الإسرائيلي مع استدعاء الاحتياط الجبهة الداخلية الإسرائيلية تريد أن تلملم الجراح وتلملم الكرامة التي هدرت في أقل وطبعا عدد القتلى الإسرائيلي الآن هو أعلى من عدد قتلى حرب أكتوبر 73